شوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم رب الصديق وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون خليفة من بعده هو لا يتولى أمر الأمة من بعده ازاي ربيه في مواطن الابتلاءات والمحن والفتن على معرفة الله سبحانه وتعالى وازاي المعرفة دي أثرت على الصديق بعد كده ازاي أن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار النبي جوه الغار والمشركين وقفين قدام باب الغار والصديق يهمس في أذن رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدم اللي رأانا والنبي يأخذ بيد الصديق ويقول يا أبا باكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ويقولوا إن الله معنا هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها للصديق عملي والصديق بعد لحظات بعد ما كان موقن إنه خلاص المشركين هيشوفون كده مش المشركين ونجى رسول الله ومعه صاحبه ويخرج النبي متوجه للمدينة وصراق ابن مالك ابن جعشم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يلتفز ويقول يا رسول الله هذا رجل يعني هذا رجل يطلبنا والنبي يأكد معنا نفس القضية معرفة الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ففي المرة الأولية يرى كيف صرف الله المشركين عن الغار والمرة التانية يرى بعينه إزاي دين الفرس تنزل في الأرض ويقع سراقة وينجي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من كيد سراقة علشان كده هو النبي كان حريص على تعليم أسماء الله وصفات الله لأصحابه عمليا أبو بكر الصديق لما رأى بقى وشاف بعينه معنى معرفة الله وأثر معرفة الله لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطربت الأحوال شوية الروم بعتت جيش طمعت بقى خلاص في المدينة النبوية الروم منزل جيش من الشمال فارس منزل بعت جيش من الشرق المرتدين طلعين من الجنوب الكل رايح على المدينة علشان يبيدي المدينة وأهلها ما عدش يدوم إلا جاه وحدة جهة الغرب وجهة دي اللي كان في البحر الأحمر فخلاص الموضوع انتهى يأتي عمر إلى بكر عمر عمر يأتي إلى بكر ويقول يا أبا بكر أدخل بيتك وأغلق عليك باب دارك وأعبد ربك حتى أتيك اليقين خلاص الموضوع انتهى الدين راح خلاص والصديق رضي الله عنه في هذا الوقت يخرج وحده صديق في هذا الوقت رضي الله عنه يخرج للقتال وحده وقال والله لأخرجلنا إليهم وحدي هو الثبات ده جابه منين القوة على الثبات في موطن البلاء جابها منين ولما الصحابة رضي الله عنه شافوا هذه القوة وهذا الثبات في موطن البلاء قلوبهم ثبتت هم كمان وبدأ يبعد جيوش لفارس وجيش للروم وجيش للمرتدين وبفضل الله بفضل الله في غضون أيام بل شهور استقرط الأحوال بفضل الله سبحانه وتعالى فابن سعود بيحكي أن عمر بعد ما استقرت أمور راح بيبوز دماغ أبي بكر الصديق رضي الله عنه علشان الموطن ده علشان الموقف ده اللي كان أبو بكر بن عيش بيقول والله قام الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما لا يقومه إلا نبيه المقام اللي أنبي صديق ده مقام الأنبياء مش مقام صديقين ده مقام عالي أوي وكانوا يقولون إن الله نصر هذا الدين بثلاثة بالصديق في حروب الردة في وقت الفتنة والمحنة دي فالشاهد بن سعود بيقول قال فرأيت عمر أن يقبل رأس أبي بكر ويقول والله لو لاك لضاع الدين ولكن حدثني يا أبا بكر من أين لك بهذا الثبات وهذا الصمود عمر بيقوله صديق أنت جبت الثبات وجبت الصمود ده منين أنت لي ما تهزتش إذا ما احنا تهزينا فشوفوا بقى أثر معرفة الله سبحانه وتعالى ما ينزل قلب الإنسان قال والله يا عمر ما دخل في قلبي وجل منذ ليلة الغار منذ أن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا من يوم من عرفت ربنا سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات عملي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار ويوم صراق بن مالك بن جعشم أنا من يوم ما عرفت الله سبحانه وتعالى ومن يوم ما المعرفة دي نزلت في قلبي من هذا اليوم ما دخل في قلبي وجل ولا خوف منذ هذه الليلة وهذا اليوم هي دي بقى مسألة ثمرة المعرفة تعطيك ثبات في وقت المحنة تعطيك ثبات في وقت الفتنة